رغم انخفاض في نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية إلا أن اللبنانيون يترقبون باستمرار النتائج الرسمية النهائية بينما تشير النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات تظهر فوز حزب القوات بعشرين مقعدا حسب المكتب الإعلامي للحزب بينما الإدارة الانتخابية لحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان فازت بسبعة عشر مقعدا وتشير النتائج إلى تراجع في مقاعد حزب الله وتحصل حتى الآن على ثلاثة عشر مقعدا على الأقل وسجلت لوائح مجموعات ما يعرف بالمجتمع المدني والتغيير فوزها بأكثر من سبعة مقاعد في مختلف الدوائر الانتخابية واستظهور لقوى معارضة جديدة على الساحة السياسية اللبنانية يرى بعض اللبنانيون بأنها ستوجه ضربة للنخبة السياسية الحاكمة آمنين بتحسن الأوضاع بينما يرى آخرون بأن قوى المعارضة الجديدة لن تحدث تغييرا كبيرا على المشهد السياسي معبرين عن استيائهم وإحباطهم من النخبة السياسية للبلاد نخبة عجزة عن إخراج البلاد من أزمتها يحملها اللبنانيون المسؤولية في إغراق البلاد في وضع اقتصادي مترد يصعب الخروج منه مع تنافس الأحزاب والانقسامات الطائفية تعد أول اهتماماتها الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية دون النظر إلى مصلحة لبنان والوضع المزر الذي يعيشه المواطن اللبناني في ظل الانهيار الاقتصادي حيث صنف البنك الدولي اقتصاد لبنان من بين الأسوأ في العالم ويعيش أكثر من 80% من المواطنين تحت خط الفقر كما فقدت الليرة اللبنانية 95% من قيمتها يعتقد محللون أن هذه الانتخابات ربما توفر فرصة للطبقة السياسية لإعادة إنتاج ذاتها وإبراز قدراتها ومسؤولياتها لإيجاد حل لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي يعيشه لبنان منذ أكثر من عامين